كلام كتير حقيقة بعد فوز مبارح على السودان وبعد ضمان الوصول للمرحلة اللي جاية مش عارفين طبعا نتيجة مبارات الجزائر يتحدد على أساسها طبعا مصر هتواجه مين كلام كتير جدا عن قواعد اللعب النظيف وأنها ممكن تكون حسمة لتأهل فريق في الصدارة على حساب منتخب تاني فرق الأهداف ممكن بالتأكيد طبعا لو المباراة انتهت بفوز أحد الفريقين يبقى صدارة المجموعة ويتفادى المتصدر مواجهة المغرب اللي هتتصدر المجموعة الثالثة على كل أحوال حقيقة هنتكلم على مشوار منتخب مصر في بطولة هنتكلم على مباراة الجزائر في منتخب الأهمية والأهلي مش غاية بما أنه احنا خلاص هنرجع مرة تانية نتابع نجومنا ونتابع تدريباتنا ابتداء من بكرة بالتأكيد طبعا أخبار ومتابعة استعدادات الأهلي سواء لسوبر إفريقي أمام رجا كذا بلانكا أو مواجهة مونتري المواجهة أو المحطة الأولى في مشوارنا في كاس عامل أندية هتكون حضرا النهاردة من خلال لقاءنا بواحد من نجوم النادي الأهلي كابتن محمود صالح بيشرفنا فيه السادسة مسأخير كابتن محمود نور الدنيا وحيشنا بقالك كثير مع مشرفت نوعش تحت عملك سهلا بك كابتن محمود بداية خليني أخد تقييمك سريعا لمشاركة مصر سواء في مباراة لبنان الأولى أو في مباراة السودان الثانية في كاس العرب ازاي شفت أداء المنتخب وشكله طبعا مباراة الأولى لبنان احنا كنا بعيد بشكل كبير وتغير راضي ولا راضي طبعا على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة الأداء كان أقل من مستوى اللاعبين بتاعتنا لمباراة السودان أعتقد اللعبة أخدتها بأنه يحترم مهم جدا الفريق واللاعب يحترم المنافس بتاعه عشان يقدر يقدر بشكل كويس ويقدر يحقق يعني الهدف من المباراة المباراة الثانية بتاعت السودان الحمد لله سكور كويس خمسة سفر الأداء بشكل عام شكل كويس جيد أداء مقبول وإن كان برضو نحتاج مستوى أعلى من كده احنا داخلين على مباراة الفايسل بقى في تحديد كاس العالم الدول المؤهلة لكاس العالم هتبقى يعني موقع صعبة جدا احنا مصنفين تصنيف تاني بس احنا ترتبنا السادس على فكرة على المستوى الأفريقي سابقنا الخمس فرق دول اللي هو السنغال وتونس والجزائر والمغرب ونيجيريا هنقابل احنا الفرق دول عندنا فرصة كبيرة يعني أعتقد يعني تفضل نقابل مين من الفرق دي نيجيريا نيجيريا الخامس على فكرة في التصنيف نيجيريا ابناء عطول يعني لو كنا لعبنا المطشط في الفترة بتاعت كابتن حسين بدري مطشط في الأزندة الدولية كان ممكن نقرب أو يعني ولو كنا كسبنا المطشط بتاعت تصفيات برضو دور المجموعات كان ممكن شوية نقرب ونخش خامس بس يعني قدر اللهم شقف عزم بيو بس تبكت دينا فرصة أكبر ما في الشكل ولو إن الحقيقة أنا بشوف برضو أن منتخبات التصنيف التاني يعني مش قليلة يعني أنت بتتكلم على غانا وبتكلم على مالي على فكرة مالي منتخب محترم جدا جدا الحقيقة قدم كرة قوية جدا فبشوف أنهما منتخبات مش برضو مش سهلة بس برضو التصنيف الأول يعني إلى حد ما برضو فيه تفوق يعني في المستوى طيب أنا هاجي طبعا لكسر العالم بس خلينا شوف إيه الفوارق اللي لاحظتها ما بين مباراة لبنان وما بين مباراة يعني إيه الأسباب اللي قدت للتباين في المستوى في المباراة لبنان والسودان هو أهم حاجة للفرص بشكل أكبر وبالتالي التركيز في إنهاء الهجمة دي خلت فيه الإسكار عال يعني دي أعتقد أهم النقط الإجابية الموجودة مش التغييرات أو مش اللعيبة أنت تقليلا غيرت نص الفرقة يعني لعبوا ماتش لبنان نصهم رياحوا في ماتش السودان هل العناصر اللي دخلت هل رغبتهم في إثبات ذاتهم هل طريقة اللعب هل ضعف مستوى المنافس أو تراجع مستوى المنتخب السوداني وطرد اتنين لعيبة ها دي الأسباب اللي قدت ولا في حاجة عند كيروش خلتنا نظهر بشكل ده هو بالنسبة للمستوى اللعيبة أنت بتتعامل مع منتخبات دايما المجال بتعلي اختيار واسع وتقترب كل الأندية فبتبقى دائما المستوى متقرب ما بين أساسي وبوادين بديل إلا بقى لو فيه تفارات في المستوى بعض ظاهرة اللعبين اللي هو بيبقى ظاهرة مثلا في فترة من الفترات إنما معظم اللعبين أغلبهم نقول 98% سواء الأساسي أو البديل اللي بلعبه في مركز واحد هو في الغالب بيبقى تقريبين المستوى متقرب جدا فكونك إنك بتغير يعني أعتقد دي مشة تفرق كتير في الأداء بشكل عام مين لفت نظرك من اللعيبة في المشاركة مصر الأولى في المطشين مين اللي حسيت إنه أقدم مستوى وخصوصا إن فيه لعيبة بتظهر لأول مرة يعني أنا للأسف أنا مبارات السدان ما شفتهاش للأسف يعني حقيقة مبارات السدان يمكن شهد تعلق عدد من الأسماء أحمد رفعت وعمر كمال أحمد رفعت لعيب كويس نعرفه من فترات طويلة كنا ضربناه في أمبي ممكن من عشر سنوات وكنت بعتقد هو المفروض كان يكون في مكان أفضل من كده بس هو ممكن يكون متكاسل شوية إنما هو كان إمكاناته عالية جدا لو أخذ الأمور بجدية أكتر من كده كان يبقى دور ليه دور في المنتخبات على المستوى يعني الدولي كان يبقى دوره أفضل من كده أنا مبسوط له الحقيقة وإحنا قلنا أنه الولد من زمان الحقيقة من قام كابتن حساب قلنا أنه يستحق هو أحمد عبدالقادر أنهم يأخذوا فرصة أحمد عبدالقادر أنا شايفه من أحسن لعبين في مصر الحقيقة وأعتقد الفتر الجايح بقى ليه دور كبير هو سواء على مستوى النادي الآلي أو على مستوى منتخب مصر مع فكرة التعامل مع بطولة كاس العرب على أنها بطولة وبما أن المنتخب مصر يشارك فيها يبقى لازم نلعب أو نسعى لتحقيق اللقب ولا مع فكرة أنه لا دي بطولة شرفية أو يعني بطولة ما هيش بأهمية بطولة كاس أمم أفريقيا أو كاس عالم وبالتالي فرصة للرجل أن هو يفكر يجرب يعني يطمن يقيم عناصر مع أي وجهة نظر هو طبعا كل مباراة أو كل بطولة بتشترك فيها أو كل مباراة ودية بتلعبها مع منافس أكيب بتبنت كجهاز فن بتبقى حطة الهدف بتاعك وعلى هذا الأساس بتتبدي ترسم شغلك سواء في إعداد اللاعبين أو اختيار العناصر ستشرك في المباراة فهي الهدف هو دايما هو اللي بيحدد لك شكل الأداء وشكل اللاعبين اللي هتختارهم البطولة العربية أنا شايفها لا بالعكس دي في وقت حساس جدا وأعتقد أكيد الجهاز الفني هي فطة إعداد لمباراة التأهيل لكاس العالم فهي لازم تتخذ بمونتها الجدية وأنا كنت أتمنى أنها يبقى فيه تركيز على العناصر الرئيسية اللي هو شايفها يقدر هيبقى هم العناصر اللي هيقدر يحتاجها في المباراة التأهيلية لكاس العالم متوقع المباراة يعني مش عايز تغيير كتير أكيد هيحصل تغيير كتير لو فيه إجهاد طبعا حيالا بمضطر في بعض اللاعبين بلعبوا بشكل أساسي عندهم ضغوط مباراة كتيرة مستوى المباراة اللي اشتركوا فيها فترات متقربة أنت بقى بتحسبها فيه إجهاد إنما في النهاية لو فيه لعيب أنت شايفه أنه عنصر أساسي عندك وقدر أنه يلعب وفور مرادية كويسة وقدر يلعب 90 دقيقة أنا أعتقد الأفضل في التوقيت ده أنه يلعب بشكل أساسي أنا أسألك سؤال في مجل حتة كاس العالم دي عن اللاعب الأمثل من وجهة نظرك اللي تتمنى أنهم يبقوا على مستوائتهم عشان يخوضوا المواجهة الصعبة بس خاليني أقول لك سبع مطشوط لعبهم منتخب مع كيروش هل كمدير فني ابتدت تقرأ اسلوبه طريقته واخدنا وراح فين زي ما بيقولوا ولا لسه ما ظهرتش قدرات ومعالم كيروش مع منتخب مصر تلعبت معاه بداية من ليبيا رايح جاي أنجولا الجابون مباراة دية ومطشن في بطولة العرب لبنان والسودان فاكر المدرب ومستوى الفني الحقيقة عشان يتطبق بشكل كويس محتاج لعيب على المستوى عالي فور مرادية كويسة عناصر فيه تنافس داخل الفريق مع اللعيبة وبعضاء بحيث كل واحد يسعى دايما بيجتهد أنه يبقى ليه دور في المنتخب يعني فيه ظروف كتير جدا لازم تكون متوفرة عشان العناصر دية تنفس فكر المدرب اممكن انا بتكلم عن الجيل ده والجيل ده ممكن يكون في أجال سابقة كان سهل جدا كابتن حسن شحيتا مثلا كان معاه جيل عظيم الحقيقة يعني لو ذكرنا كل الأسماء على المستوى عالي كان دايما تفكيره اللي بيخطط له بيقدر يطبق على الأرض الواقع انا بعتقد كيروش معزور بعض الشيء فده ممكن اخدت منه وقت في تجربة بعض اللعبين بعض المراكز اللعبين جدد جيل 2010 اجمد من جيل اللي موجود حريحة في كرة مصرية نظر كابتن محمود موجود نظر يعني الغالبية طبعا ما فيه شك ما فيه شك فممكن دي بتاخد بعض الوقت حتى ممكن يكون في عناصر بعيدة زي ما حدك قلت وعناصر جديدة بتشترك لأول مرة هيقدر يكتشفهم يديهم ثقة يقدروا فعلا مع مرور لوقت القصير ده يقدر اللعب ممكن يثبت وجوده فترة قصيرة ويبقى ينتقل من لعبة دي للعب أساسي ويقالي دور كبير مع المنتخب كل المنتخبات اللي قبلها مستر كيروش من أول ما تعال لها مسؤولية الغاية مبارح منتخبات مستوى الفني يمكن يكون أقل بكتير من منتخب مصري يعني ليبيا أنجولا الجابون لبنان السودان مقدرش أحطهم في نفس الرنك أو في نفس التصنيف بتاع المنتخب المصري وبالتالي هي اللقاءات نوعا ما سهلة الاختبار الحقيقي ممكن يبان مع المباراة اللي جاية مطش الجزائر ده أول اختبار حقيقي يتحط فيه مستر كارلوس كيروش شايف الرجل هيواجه الجزائر إزاي وإيه الطريقة الأمثل وإيه التشكيل الأفضل من وجهة نظر كابت المحمود صعب حد التشكيل بس الجزائر برضو عندها عناصر محترفة نقصة أعتقد خمس عناصر ست عناصر نقصين برضو ممكن مش لعب واحد لعب واحد آه ممكن ما يقصرش على فريق إنما خمس ست لعبين عناصر أساسية أكيد هتقصر على المستوى بشكل عام إنما في حد ذاته هي مباراة من ناحية الضغوط النفسية والحماس أعتقد سيبقى لها اختبار قوي وفيها استفادة كبيرة قد يكون المستوى الفني أقل نسبيا لفريق الجزائر إلا لو كان العناصر المتوفرة والعناصر الأساسية موجودة إنما ضغوط المباراة والضغط الجماهيري والمسؤولية وتحمل المسؤولية أعتقد بمثل عب كبير على المنتخب الكفتين متعدلتين تقريبا نحن فيه بعض العناصر بعض العناصر غيبة برضو وعناصر ممكن تقصر بشكل كبير عندنا الظروف متشابهة المستوى أعتقد والتاريخ متشابه على ألف فترة القريبة ديت أعتقد هتبقى يعني أنا شايف هتبقى بطولة أو فاينال مبكر أو بطولة مبكرة مسايفة المنتخب المصري يقدر يوصل لفين في بطولة كاس العرب لا مفهود نوصل للفاينال إن شاء الله ونوصل وننافس ونقدر نحصل عليها إن شاء الله طيب إحنا برضو يمكن سألنا الناس يعني طبعا أنا ما حسيتش يعني جمهور الكرة في مصر فرح بأي مباراة للمنتخب في الفترة الأخيرة زي ما فرح مباراة الناس كانت مبسوطة الحقيقة وكانت راضية عن الأداء ودائما ما كانتش النتائج اللي بتزعالنا يعني هو المنتخب الحقيقة سواء مع كابتن حساهمة هم مع مستر كيروش ما أخفق تداشروا إنه أخفق على مستوى النتائج لكن دائما هو الأداء اللي كان يعني كان بيزعى للناس مباراة الناس كانت راضية جدا ومبسوطة جدا فإحنا سألناهم قلنا لهم إيه رأيكم في مبارات السودان ومستنين إيه كمان في مطش الجزائر والاختبار الأهم والأصعب للمنتخب تعال نسوف الناس قالت إيه ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن نحمود صالح دفنا النهاردة في أسا دسا طبعا فوس خمسة صفر ده حاجة جميلة جدا بس برضو لازم نقف عندي حاجة الخمسة صفر ده على فريق زي السودان مفروض ما ينسناش النقاط الضعف والأخطاء لأننا هنقابل الجزائر هنقابل الجزائر الجزائر دي تصنفها قابلنا قابلنا بكتير يعني هي والمغرب فمفروض يعني رغم نحن فوسنا خمسة صفر مفروض نقف نشوف الصغرات ونقاط الضعف طبعا لا يوجد فريق يأخذ من هذا لأننا هنقابل الجزائر جزائر ده يعني بصراحة فريق قوي جدا فإن شاء الله ربنا وفق يعني إنما طبعا حاجة جميلة فوس خمسة صفر وليقى جميل وستمتعنا الحقيقة المتش كان كويس جدا الحمد لله نتيجة مشاريفة جدا وإن شاء الله مدفقة للمتشال مصر الجزائر أنا حاسة ممتش بصراحة هيبقى ممتش صعب بزيطة الجزائر منتخب تقيل بس لا إن شاء الله ربنا وفقنا أنا وحاسة نحن نقدر نعمل حاجة إن شاء الله خير خاضعة للتوقعات لأن فرقتين هيلعبوا كرة والجزائر فرقة قوية عنيفة آه لكن إحنا أدها وإن شاء الله وفي صولات وجولات بيننا وبينهم ما ينسوش طبعا ماتش مصر أقصت الجزائر وروحنا بدلهم كس العالم فهم مش حينسوا فريق الجزائر هيختلف تماما تماما عن فريق السودان في قوته في مهارته فلازم ننزل بقوة ضاربة من أول الشوت من أول الماتش ما يتكاسلش أو يخليهم لغاية لما الفريق يعني يتعب وبعدين ينزل مفروض من أول الماتش ينزلوا عشان يقدروا يحققوا أهداف في الشوت الأولاني يريحهم في الشوت التاني وأتمنى طبعا للفريق المصري من كل قلبي التوفيق وإن شاء الله إن شاء الله المكسب المكسب الطيب الجميل بإذن الله إن شاء الله كسبانين إن شاء الله وبفوز أكيد إن شاء الله وطبعا أنا بتمنى طبعا المصري تكسب ونعرفة أن التيم بتاعنا رائع بس برضو بخاف من الجزائر طبعا نكسب إحنا كويسين قوي بس يعني يعني ما فيش حاجة تخوفنا يعني بإذن الله كسبانين إن شاء الله بإذن الله بإذن الله هنكسب إن شاء الله إحنا بيننا بينهم دايما طار ومش طار عدواني يعني ولا حاجة بس إن شاء الله إحنا دايما بنعمل معهم مشات كويس لعبنا مباراة وجي مفتوح قدام السودان ومن اللحظة الأولى بدأ المنتخب يعني مكشر عن أن هي زي ما بيقولوا ولعبنا مباراة مفتوح ومباراة الجمية وده الحقيقة يمكن الترجم في السكور الكبير اللي حقق المنتخب مصر هل تتوقع أن مستر كيلوش هيلعب بنفس الطريقة هيلعب جي مفتوح وهل متوقع أنه الجيم بتاع الجزائر يلعبه منتخب مصر بشكل هجومي ما فيش شك أنت ما تيجي تحط تخطيط لأي مورا في نقطتين تفرجت على الجزائر كابتن محمود في البطولة لا 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 ما شفتهاش معلش أنا أتأسف لا لا خالص ساعات بالدولة الإنجليزية شغال يعني يعني هي لسه برضو ما سخنتش قوي يعني 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 برضو في ناس كتير بفجأة منتخب مصر بس يعني مع أدوار اللي جاية كمان هيبدأ المطورة تسخن يعني المباراة هتقل وتبقى أكثر تركيز بالزبط بالزبط حاجتين طبعا بيمثلوا خطة مباراة والتشكيل اللي أنت لأي مدير فني بيحط مستوى فريقك أو في عنصر تالك كمان مستوى فريقك ومستوى المنافس والهدف اللي أنت حط تلعب على الطول على فوز على تعايد مباراة عودة ولا مباراة ذهاب يعني بتختلف حسب ظروف المباراة وإيه المطلوب من المباراة كنتيجة ومستوى فريقك ومستوى المنافس وبتبتدي أنت طبعا بتحط تشكيلك بتحط أسلوب وطريقة اللي أنت بتقدي بيها قد يكون السودان مع المستوى المتوسط المستوى الفني بتاعه متوسط أكيد هتعمل مباراة ناحية هجومية مفتوحة ممكن طبعا هتحط أفضل تشكيل ولازم تكون فيه توازن بالنواحة الدفاعية والنواحة الهجومية فليها طبعا ترتيب أخر يا مباراة عبا زي ما الجمهور قال كل الناس توقعت أنه دي تكون أصعب مواجهة من متخب مصر على مدار البطولة حتى قبل ما نوصل لأدوار الثمانية والأربعة وإن شاء الله نوصل للنهاية لكن الأكيد أنه كلا الفرقتين ما اعتقدش أنه هم هبقوا راضيين بتعادل لأسباب كتيرة جدا يعني بتهاري أنه كل فريق من منتخب مصر ومنتخب الجزائر عنده رغبة كبيرة جدا لأسباب فنية عدم معاجهة المغرب في الدور اللي بعد والمغرب مقدبة عروض قوية جدا ومنتخب من أفضل منتخبات المشاركة وفي نفس الوقت كمان حساسية اللقاءات بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر هتخلي كل فريق عنده الرغبة في إثبات أنه هو الأقدر والأفضل سريعا جدا هل تقيس قدرة المنتخبات على سواء تونس أو المغرب أو الجزائر بما أنه هم منافسين محتملين في تصفيات كاس العالم ولا اللي بنشوفه في كاس العرب شيء وكاس العالم شيء تاني خالص هسمع إجابة حضرتك بس بعد الفاصل قبل ما أسيب فرصة أو أدي فرصة لكابتن محمود صالح أنه يجاب على سؤالي المرتبط بالمقارنة بين كاس العالم وكاس العرب خليني بس أفكر حضرتكم باختياراتكم وطبعا نسمع رأي كابتن محمود طبعا ضفنا في السادسة اختياراتكم لأفضل تلت لعبين في مباراة سموحة آخر مباراة لعبها النادي الأهلي في بطولة الدوري في المقدمة وباكتساح الحقيقة يعني تقدر تقول كده بشبه إجماع الأراء كان بيرسيتاو نجم الأهلي المتقلق من بداية الموسم مهدف الدوري حتى اللحظة بيرسيتاو أضاف لرصيده تلت نقاط في المركز التاني كان نجم الأهلي برضو الحقيقة اللي نتمنى أنه يفضل بيقدر بنفس المستوى حسين الشحات وفي المركز التالت بعد منافسة قوية جدا الحقيقة مع أحمد عبدالقادر قدر حمدي فتحي وهو واحد من نجوم الموسم ده أنه ياخد المركز التالت ويضيف لرصيده نقطة بكده نشوف مع حضراتكم جدوى للترتيب العام بعد انطلاقة الموسم نتكلم على ست مطشط في الدوري على ما كامل ومنتكلم على مواجهتين مع بطل النيجر في دوري الأبطال 8 مطشط بالكامل اللي عامهم أكرم توفي يتصدر الجدول برصيد 12 نقطة في المركز التاني 7 مشاركات لحمد يفتحي وعنده في رصيده 9 نقاط بيرسي تاوب ينفرد بالمركز التالت برصيد 7 نقاط من 6 مباريات شارك فيهم هو ما شاركش طبعا في مطشط أفريقيا وعلي معلول ب7 مشاركات في المركز الرابع برصيد 5 نقاط وبعد كده كهرباء في المركز الخامس برصيد 3 نقاط أليو جنج خامس مكرر ب3 نقاط محمد مجدي أفشا بنقطتين حسين الشحات بنقطتين والشناوي وعلي لطفي كل واحد في رصيده نقطة رأيك بداية في اختيارات الجمهور لأفضل 3 لعبين في مبارات سموحة بيرسي تاو حسين الشحات وحمدي فتح يعني شيء منطقي هو أحيانا حتى الجمهور يقدر لما يكون فيه تفوق واضح من بعض اللاعبين أعتقد بتبقى سهلة فيما وراء بتبقى وقت أو تاخد صعوبة للتقييم محتاجة تركيز شوية في التقييم عايز أخد رأي حضرتك في مقارنة كده لفتت نظري جدا في ما يتعلق بأفضل لعبي الأهلي الموسم ده والموسم الأخير اللي بيتصدر القايمة دلوقتي في الموسم الجديد إحنا لسه في بداية الموسم بس عندنا أكرم توفيق رقم واحد كأفضل لعبي الأهلي ده اخترارات جمهور كلها إحنا ملاش علاقة بي ووراها على طول حمدي فتحي وراهم بيرسي تاو أربع أسماء مختلفة تماما في الترتيب الأول كان آليو تزينج ورا منه على طول كان محمد مجدي أفشا وراه محمد شريف وراهم الشناوي دول كانوا ترتيب أفضل أربع لعبين في الموسم الأخير الأهلي ودول ترتيب أفضل أربع لعبين حتى اللحظة في الموسم الحالي هو فيه ملحظة فضل يعني أكرم توفيق في مركزه الجديد بدأ ديد عليه هذا الموسم على فكرة أكرم السنة اللي فاتت تفتدى الموسم برا القيمة فنش الموسم خامس ورا الأربع الكبار يعني عمل طلعة وانطلاقة طفرة في المستوى جدا جدا وده حاجة جيدة طبعا جدا أكرم توفيق يعني في مركزه الجديد إدريس بتنفسه فدي جديد على يعني خارج يعني مش متشابه مع الموسم الماضي تمام وعلي معلولك فترات طويلة كمصاب الحقيقة برضو خارج بيرسي تاو لعب جديد الموسم دوت طبعا بعيد طبعا عن تقييم الموسم الماضي هو ما فيش غير حمد فتح هو اللي كان متواجد رأيك في أداء هو بس دي دي ليها ميزة بقى يعني كده حيبقى التنافس زايد أهو جوة الفرقة تمام يعني مع محمد هاني لستخبضات المشوار أه لا لما تخش عناصر جديدة في التقييم كأفضل لعبين عن الموسم أه طبعا لسه بقى فترة طويلة من الموسم بس تدي مؤشر أن المستوى حيزيد مشاهل تمام رأيك أسمع بس قبل مسألك على حتة المتعة والأداء والكرة بتاعت النادي الأهلي رأيك في الموسم ده وإيه اللي مختلف عن الموسم اللي فات من وجهة نظرك هو نفس النقطة اللي الكلمة فيها التنافس حيبقى قوي جدا عناصر جديدة جات وأثبت وجودها قلنا مثلا أكرم توفيق وفيه عناصر برضو تانية أحمد عبدالقادر مثلا حينافس بقوة أنه يدخل بشكل أساسي دي حاجة كويسة أنا شايفها دي وأعتقد دي اللي كان بتميز الفترات اللي كان نادي الأهلي بحق فيها بطلات على المستوى عالي المستوى المحل المستوى الأفريكي كان هنا المستوى لو رجعنا سنوات طويلة وراء كان فيه فترة كان موجود الكابتن المرحوم الكابتن سابت وكابتن إكرام وكابتن شوبير ما تعرفش مين اللي حيبدأ المباراة يعني وكذلك في معظم كل هاي فالي يلعب على بطولة لازم يبقى كده يا كابتن محمود طبعا عنده واحد واثنين وثلاثة متقربين متقربين ممكن يعني نتمنى أن برضو علي لطفي وأحمد ومصطفى شبير برضو يكونوا متواجدين يقربوا شوية وان شاء الله يعني نتمنى يعني ياخدوا فرصة المباراة الودية وهم برضو عندهم حماس مين بمتاع الكرة في الأهل يا كابتن محمود حاليا في محمد مجدي أفش محمد مجدي أفش بمناسبة دور مهم متحس بالخطورة أو من السلم الكرة لا أنا بكلم على أنه يمكن في السنين الأخيرة ومش بكلم على الأهل الحقيقة بكلم على الكرة في مصر عموما الموهبة بقت عملة ندرة شوية آقلت شوية هي تيجي بالصدفة يعني دايما كده في فترات بس عمرنا ما كان يعني يعني أنا بسوف أنه النهاردة في مصر الميزانيات الأندية وأسعار اللعيبة بقت فلكية على مستوى البنية التحتية بقى في ملاعب كويسة جدا في كل حتة في مصر على مستوى التواصل نحن في عصر التكنولوجيا المعلومات كان المفترض أنه قدراتنا على اكتشاف المواهب تبقى أكبر بكتير جدا من الزمن يعني أيو بس ده لازم فيه نقط مهمة لازم التقييم اللعبين يكون على مستوى علمي مظبوط القائمين على التقييم يكون مستوى من الفن عالي العملية اللي بيسيطر عليها وكلاء اللعبين مش عايزة أقول كلمة تانية يعني كلمة مرطفة مش عايزة أقول سماصر أنا برضو بديهم يعني لقب يعني لقب كويس وكلاء اللعبين دون المستوى الاختيارات ما بتتم مش بشكل موضوعي بشكل علمي برضو أقول تاني لأنه فيه فرق عجابة 27 لعب جديد أتحدى أنهما قيمهم صح وتحدى المدرب يعرف حتى أسامة 27 لعب دول كلها بتتم بين وكلاء اللعبين وممكن الإدارة في الأندية يعني إنما زمان ما كانش كده زمان كان فيه استقرار اللعب بيدخل النادي بيعتزل في النادي بتاعه ما ممكن يتقلح حضرتك ما هو ده الاحتراف أي بس لا يضار بشكل علمي كلها عاش وقيات فمش هجيب نتيجة يعني أنت بتحط عنوان حلو جميل جدا إنما ما بتجي تطبق الشغل اللي مفروض فعلا يتماشى مع الظروف والإمكانات الموجودة لا هي دي مش موجودة طب أنا برضو ممكن أقول لحك انت ليه بتكلمني على قمة الهرم تكلمني أول على قعدة تكلمني أول على اختيار المواهب أو القطاعات الناشئين أو أكاديميات الكورة أو الناس اللي بتختار إحنا زمان كنا بنشوف بسمع يعني إنه كان فيه كشفين بينزلوا يتفرجوا على البطولات اللي في المناطق الشعبية بينزلوا يلفوا في القرى وفي النجوع ويطلعوا المواهب ويجيبوها الأندية بتاقي المهمة الفترة دي بقت أسهل ومن مصلحة الأندية ومن مصلحة الكورة في مصر إنك أنت تطلع مواهب على أقل تهدي أفكرة فيه كتير من الجمهور شايف أنه أسعار اللعيبة في مصر بقت فلكية ولا يقابلها على مستوى المنتخب يعني مبالغ فيها ولا يقابلها على مستوى المنتخب إنجازات تقول أن الكورة في مصر تستهل الأرقام دي لا طبعا ما بصحة الكورة لازم ينجح يعني في مهنة أي مهنة لازم بيكون بيحب المهنة دي وبيخلص لها ويكون عنده أخلاق وضمير أنا شايف النقطة دي قال لك كتير الفترات يعني معناها إنه الناس اللي شغالوا في الموضوع ده ما بتحبش المهنة ولا مخلصة لها لا سببه بأكل عيش بتدخل دخل كوي لا هي سببه بأكل عيش وبتدخل دخل كوي أنا أتجاهي دايما في اللي مسيطر على موضوع اللعبين هي وكلاء اللعبين تمام فهي دي النقطة زمان يعني إحنا ما كنا صغارين فترات طويلة طبعا أرجع سنين طويلة يعني على سبيل أنا كنت بلعب بتدرب مثلا في مركز شوبي الجزيرة وسنوات طويلة يعني وانا صغير المهم يعني اللي دربونا مثلا كان الكابتن محمد عثماني كابتن فوزو الصوي كابتن عوض كابتن فاتح عماشا كل دول كان بيحبوا المهنة جدا وما بيدورش على يعني دخل مادي أو حاجة وإنت كنت بتدور على يا كابتن محمود أنا عايز ألعب عندي أمل عندي طموح أقل شوية يعني أنا كنت روح لمبارات الناشئين في النادي الآلي كانت أمنية عندي أن أنا يعني نبقى لعب في النادي الآلي بس كنت مصر شايفوا محسن مني ما كنتش بروح لاختبارات بس النقطة أنا أرجع لها بس أنا عايز عشان ما بعيدش عن النقطة الأصلية دول أولا لا بي كان بيفكر في مادة بياخد مرتب بسيط جدا كل أمنية حياته يشوف العيز عنده بيوديه النادي وينجح اللعب ده الهدف عنده الهدف دلوقتي تغيرت أنا مش عايز أخش في التفاصيل قوي بس الناس اللي كانت شغالة في المهنة ولما انتقلت في النادي الآلي كان نفس النظام كده الإخلاص في النادي والمكان بدون أي يعني أنت بتكلم بتكلم عن زمن غير الزمن وعصر غير العصر ما هي تدريجيا البتدت تقل تقل الأسف يعني يعني طب وإيه اللي يمنع أن نجمع بين الاثنين في ناس موجودة طبعا لغاية دلوقتي يحب المهنة ومخلص لها وبشتغل بضمير وما فيش حد يعرفه اسم مجهول وشغال في نادي صغير أو في مركز شباب إنما دعنا نزي اهتمامهم بنا غير طبيعي كي إن أنا ابنه مثلا وحددك لما كنتوا تلعب بتلعب كورة مصر كت كم مليون بدئنا 81 يه وصلنا 6 نحن في 73 كنا أعتقد كنا 73 73 مليون تخلنا في 80 مليون أقول 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 42 مليون مثلا سنة 80 مثلا سنة 80 كنا 42 مليون أه تقريبا يعني نص التعداد يعني فوق الشعب بقى في شعب صح طبعا الصراع الصراع زاد الصراع زاد طبعا في دخلاء دخلوا المهنة وهم مش جادرين يخشوا المهنة دي لأن أي مهنة بحتاجة رجل يكون فاهم يحب المهنة وفاهم من ناحية الفنية وعنده قدرات وموهو ومين اللي بيسمح وفي حد النهاردة ينفع يصحى الصبح منهم بيقول أنا قررت تشتغل دكتور أو أنا قررت تشتغل زابط أنا قررت تشتغل مؤندس مين اللي بيسمح إنه 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 النازة تشتغل أو تدخل المجال ومين اللي بيسمحش مين اللي بيفتح الباب ومين اللي بيقفل الباب ما كرة بابها مفتوح ما فيفاش ببان أي حد يعني أي حد ليك علاقة كويسة ممكن تروح مركز الشباب وانت دون المستوى زمان لا زمان كان اللي بيشتغل في المهنة هو جدير بالمكان ده مدارف في النادي الآلي هو جدير إحنا كنا زمان اللي بيضرب في الناشئين كابتن أحمد ماري وكابتن أمر السلامة وكابتن السايس ودكتور عمر أبو المجد وكابتن عواضين الله رحمه أسامة كبيرة تاريخ كبير قد يكون في الوقت الحالي مع الاحتراف واللعيبة أصبعا ده دخل كبير لما بيعتزل مش حالوش تعمل بألفين جنيه وثلاث تاريخ جنيه في نادي فالعناصر ده كنو احنا محتاجينها في التوقيت ده هي عاملة دخل مد كويس وبيستكفى يعني عشان نخش المهنة دي وابدأ من السفر لأعمالية صعبة الإعلام طبعا جذب ناس كتير في التحليل وهو الأخره فدي برضو قللت دخول ناس موهوبة جديرة أنها تكمل في المجال هو أي اللي مطلوب في الشخص اللي بيكتشف الموهبة الموهبة والدراسة يعني هل العين اللي تشوف أو ترصد في سني صغير يعني برضو يعني لو أنا بتكلم على موهبة لعيب عنده مثلا عشر سنين اتناشر سنة ولد صغير لسه ما هواش هيبني انه يعني يعني يكابل الأوصاف بس في عين عارفة اللي قماشة دي لو خدت وتمرنت وتدربت وتزبطت يطلع منها لعيب كويس ده بيحصل إزاي؟ هي نسبة النجاحة يعني مدرب موهوب برشع عشرة مثلا ممكن أربعة منهم يوصلوا للفريق الأول أو منتخب مصر إنما مدرب غير موهوب لو رشع عشرة مش هيوصل حد فيها موهبة طبعا وفيها دراسة بس الدراسة دي محتاجة حاجة احنا ما بنعملهاش دراسة إيه؟ يعني هل في حاجة مرتبطة باكتشاف المواهب؟ الدراسة دراسة 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 دورات تدريبية كليات تدريبية راضية فدي الدراسة مهمة يعني دي أكيد بتدي مؤشرات بس إحنا للأسف يعني إحنا لو بدأنا كناحية علمية من سنين طويلة كنا ممكن نجني سمار دلوقتي يعني أنا لو أنا بس أحط مثال النهاردة محمد الشناوي بقى جنب مصر ومن أحسن الجنب في أفريق بس جي فترة مشي من نادي الأهل لو أنا عمل له قياسات صح وفي دراسات مستقب يعني في الماضي وقرنتي بين الدراسات دي وبعضها لا يمكن كان يمشي بس أنا هقول لها هكذا لا يمكن طبعا خلينا أطرح وجهة نظر مختلف ما هو ممكن في أوقات يعني أوقات كتيرة جدا يكون فيه اقتناع تماما بأنه ده بتع المستقبل ده اللي جاي بس أنا في التوقيت ده محتاجة تدي له فرصة أنه يشارك أكتر يعني الأهل يعمل دمها كتير اللي مش بس الشنيو بس النادي مالش أنا ماشي محمد شنيو عشر نجيبه تاني يعني لا هو ماشي خلاص من النادي أنا فاهم بس مثلا ما هو عمرت النادي استغنى عنه يعني أنا فاهم دي إعارة اه ماشي أنا بجمع كلامك الإعارة اه إنه يتكلم على اللي بيستغنى عنه اي تمام بس لو فيه دراسات من زمان حقد رجيب أنا هو ليه كابتن سابت لعب وليه كابتن شوبيل وليه كابتن إكرامي دول هم نهما لو فيه قياسات من هو مثلا أبدأ من 14-15 سنة قياسات بقى فنية وبدنية اه هعرف بقى هخارم بنا واقول اه ده يوصل عشان تشوف دراسات شوف الأرقام بتاعته يبقى لا الشناوي قريب جدا من كابتن سابت البط لا ده يكمل بس هي ما فيهش يعني هي الدراسات الدراسات مش بتديك مؤشر أو تستفيد منها في الوقت الحالي خد بالحقك لا في المستقبل أنا فاهم بس خد بالحقك إنه الشناوي حتى لما جيه الأهلي يعني ما رجع الأهلي أو الأهلي جايه تاني ما كانش حارس مرمى مصر الأول حارس مصر الأول وكان بيعود دحتياطي لشريف أكرامي لكن الشناوي اتفجرت قدراته وموهبته مع وقته ومع مشاركة ومع خبرات خده في النادي الأهلي ما من خيال الحديث يعني احنا قلنا مش هتنجح من نسبة كبيرة بس هتنجح أنا بقى قدي مثل أنا فاهم أنا فاهم نحاك بتدي مثال بس النادي الأهلي لو في فترات الناشئين مش عاشي اللاعب لا لو فيه دراسات موجودة مسبقة وحالية وقدر يعمل مقارنات بينهم ليه ده وصل وده ما وصلش لا حتدي مقاشر كويس بعيدا عن الأهلي يا شب أتكلم على مصر كلها هل تشايف فيه حاجات تانية يعني على سبيل المسائل مثلا على أيامكم كانت تقريبا 90% من الأندال اللي بتشارك أنداجة مهرية أنداجة عبية أنداجة لها جمهور الخريطة بتاعت الكرة في مصر تغيرت كتير من الأندال اللي كانت موجودة وكانوا أبطال يعني همشت السنة ده كان بطل كان تالت فريق بعد الليل الزمال وكان في سنوات وأحسين رياض وراف رياض يعني خليلي وكابتل محمود طبعا أولمبي المنصورة مش كانت بطل مصر وفرقة من وكانوا لعيب الدوليين جدا وقدمت لنجوم كتار جدا وغيرهم مش عايزة أنسى حد يعني بعد الأندال جماهرية دي أثر بشكل طبعا طبعا سلبي نقطة بسيطة جدا اللي كان بينزل الملعب زمان لازم يكون مهوب مش مهوب يعني كابتل محمود الخطيب مقصدش إنه مهوب بيلعب دفاع مهوب في الدفاع بيلعب حرس مرمى مهاجم هو مهوب إنما دلوقتي دخلت عناصر كل تفكيرها دي مشكلة كبيرة كل تفكيرها إنه هو الكسب المادي ما كانتش موجودة زمان دي ما كانتش موجودة زمان وطبعا حتى مستوى التدريب كان أفضل برغم كده أنت بنتكلم عن ناحية العلمية زادت المفروض الدراسات وبتاعه بس برضو كانت مستوى التدريب ومستوى المدربين كانوا قادرين إنهم فعلا يطلعوا لعيبة سواء الفريق الأول للنادي وكمان لعيبة دولية زادت كمان النحة الجماهرية ده كلام عليه على ما تستفهم كبير جدا لا مش عليك يا حاج شاف إنه أنا عايش أسليب التدريب زمان أفضل من أسليب التدريب دلوقتي ما هي ما تقدمتش ما تقدمتش أنت شغال عشوائي أنت فاكل المستوى المدرب أنا ربط لك أمثلة طب أنا حقار من 30 سنة يعني ما فيش حد من المدربين الشباب أقولت حك مثلا التجارب الشبابية يعني عندنا 3-4 أسماء كده طلعين جديد ولاد صغيرين شباب صغير يعني مقدمين حقيقة مصريين مش باتكلم حتى على المدربين أجارب مقدمين فكر وعملين بصمة أكيد موجود حد شافت نظرك مثلا من شباب المدربين المصريين أنا باتكلم أنت بتتكلم دلوقتي على عشرة اتجاهات أنت بتتكلم فيه نجاح يبقى فيه اتنين فيه وفشل إنما يبقاش الفشل في ثمانية والنجاح في اتنين أتكلم نسبة وتناسب يعني لا المدربين كانوا أكثر موهبة في السنين اللي فاتت وأكثر مستوى وأكثر احتكاكا وقالنا برضو فيه نقطة بعيدة اللي تكلمنا فيها أن فيه عناصر من اللعبين ما كانش التدريب ده هدفهم هدفهم حاجات تانية بيزنس أو في الإعلام الرياضي أو في التحليل الرياضي يعني فيه فقدنا نلعب ناس كتيرة كانت ممكن يبقى لها دور إيجابي وتأثير إيجابي في العملية التدريبية نحن فقدناهم في الفترة دي إنما لا طبعا كل جيلي أو الجيلي اللي بعدينة أو اللي قبلينا أكيد هتتفقوا معي في هذا الرأي أي في هذا الرأي والإخلاص في العمل والضمير والأخلاق أعتقد دي قلت كتير قلت كتير طبعا 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 المدرب كان مرتبط بناديه يعني ليه بقى لأنه لعب في النادي عشرة خمستاشر سنة في النادي وكانش فيه احتراف ولا فكر روح النادي ده إحنا يعني لو جبت الفرق في فترة التمينات أنا لعبت واحد تمانية بداية التمينات تمام معروف اللعيب تشكيل اللعيبة الموجودة لحد دلوقتي الجمهور متذكروا لأنه قعد سنوات طويلة فارتبق بالمكان فأخلص المكان فيه مقدمات تقدت لنتائج معينة بس المقدمات دي اختلفت النتائج اختلفت بالزبط وأعتقد أن المقدمات الحاجة بتقولها دي فكرة أننا أشتغل ودي المكان إخلاصة المانتماء أنا فاهم مستحيل يحصل يعني اللغة اللي بيتكلمها العصر ده عصر السوشال ميديا اللغة اللي بتكلمها على البزنس اللي هو هات وخد لا تعقبل بأنها تستقبل فكرة أنه عطاء بدون مقابل دلوقتي على المستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات يا في مجاملات كتير مش بكلم عن نادي الأقل أنا أقصد بكلم من شكل عام مش بكلم في الفترة دي في مجاملات كتير المعروض كتير واللي عايز يشتغل كتير ففي وسائل برضو هي في النهاية ما بتجيبش أفضل العناصر بتدي فرصة للناس يخش في المجال إنما الأول كان من غير منتعة في تصفية أو في انتقاء للمدربين هو بتفرض عليك هم دول حسن الناس فعلا اللي جاهلك جاهلك عشرة مداربين أنت عايز عشرة جاهلك عشرة بس هو مدول أفضل ناس عندما دولت جاهلك مية فبتدخل فيها ظروف أخرى بتأثر في اختيار المدارب الكف اللي يقدر يعني يأثر مشاكل والله ما علاش أنا وقتي خلص وكان نفسي جدا نتكلم معاك عن كاس العالم للأندية بس اسمحلي سريعا جدا يعني بعد القرعة خليني أسمح حتى رأيك في مشورة الأهلي وطموحك أو بشايف الأهلي ممكن يوصل لفين في كاس العالم اللي جاي بتبدأ طبعا من مواجهة مونتريل المكسيكي إحنا أخذنا البطول الأخيرة أخذنا المركز الثالث و2006 برضو حصلنا على المركز الثالث يعني أكيد في طموح دلوقتي أحسن هنوصل للفاينال وعلى فكرة تخطينا مونتري أو مونتاري المكسيكي عندنا فرصة كويس بل مرأس كنا قبلناها قبل كده وكسبنا بضربات الجزاء أعتقد يحتجينا ثقة كبيرة وأتمنى توفر الثقة والتصميم والإرادة وتحقيق الهدف بإذن الله أننا نحقق مركز أفضل من مركز التالي شاء الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله تكون بطولة يحقق فيها الأهلي إنجاز جديد بطولة الوحيدة اللقابة غايبة عندنا بطولات النادي الأهلي لكن حقب نستمتع بها وأعتقد أن مشاركة الأهلي بقت في حد ذاتها واحدة من أهم أسباب متعة نحن شاركنا رقم قياسي على فك 15 مشاركة نحن في كاس العالم الأندية نحن سبع مشاركات دي سبع دي سبع دي سبع أعلى هي الأعلى نحن تاني أعلى بعد أوكلن تاني أعلى فريق مشاركة بعد أوكلن سيتي لكن يمكن من حيث عدد المطشوط عدد المطشوط اللي إحنا لعبناها ممكن يكون أعلى لإننا بنوصل يمكن 15 مباراة أنا مش 15 مباراة من حيث المشاركة أكثر مشاهدة خمس شهر مرحبا. خليني قبل ما أختم الحلقة الحقيقة الأهلي بيوجه الشكر طبعا لفقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبيلبي رغبة طبعا أحمد اللي تابعنا مع حضراتكم الفيديو بتاعه النهاردة. وبناء على توجيهات فقامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتأكيدا على اهتمام الدولة ومؤسساتها الوطنية بذوي الهمم. الذين يمثلون جزءا مهما من مستقبل الوطن. يستقبل كابتن محمود خطيب رئيس النادي بكرة. إن شاء الله ساعة الوحدة ظهرا أحمد طارق الشاب اللي ظهر على ششة الأهلي النهاردة مع حضراتكم في السادسة. واحد من دوي الهمم اللي طلب من السيد الرئيس في احتفالية النهاردة تحقيق رغبته بموارسة لعبة السباحة في النادي الأهلي. كل التوفيق لأحمد وبالتأكيد إحنا هنتبعه وسعداء بأن يكون موجود ضمن أسلة النادي الأهلي. شكرا فقامة الرئيس وشكرا كابتن محمود الخطيب. شكرا كابتن محمود صالح على تشريفك لنا النهاردة وبالتأكيد كل الشكر لجمهير النادي الأهلي لتبعتنا. أشوف حضراتكم بكرة على ششة الأهلي في تمام السادسة. تحياتي لحضراتكم.